لو حضرتك قاعد بتتفرج على قناة النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير هتجد خلال الفترة اللي جاية مش في البيت الكبير بس ولكن في كل برامل قناة النادي الاهلي ستجد خلال الفترة القادمة شيء واحد فقط وهو تحفيز لفريق محترم تحفيز لفريق حنقف في ظهره حتى يحدث اي شيء او مهما حدث تحفيز ان احنا عمرنا ما هنسيب النادي الاهلي هنشتغل على شيء واحد فقط وهو ان احنا عايزين نكسب هذه البطولة لكن لو ربنا ما كرمناش وكسبنا حيبقى في كلام تاني ولكن من النهاردة لغاية يوم 11 انا لن انظر او هذا المرنامج لن ينظر الى اي امور تخلينا نبص تحت لن ننظر لمثل هذه الامور سانظر لشيء واحد فقط وهو التحفيز كيفية تحفيز هذا الفريق المحترم اللي اتعامل على مدار اربع او خمس سنين اللي فاته يستحق هذا الفريق كل التحية تحيتهم هتكمل وحتكبر في قلوبنا وحبهم هيكبر في قلوبنا لو ربنا كرمنا ان شاء الله يوم 11 يوم 11 ستة كلنا بننتظر هذا الجيل المحترم هذا الجيل الرائع هذا الجيل اللي خد كمية هذه البطولات هذا الجيل اللي وصل للمباراة النهائية في اخر ست سنوات خمس مرات هذا الجيل اللي تم تكوينه في وجود مجلس الادارة الحالي هذا الجيل اللي يستحق مننا كل المسندة والدعب هذا الجيل اللي لعب مباراة واحدة من افضل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي خلال السنة الاخيرة مباراة الوداد كل المباراة باستثناء الهدف اللي دخل فينا هذا الجيل يستحق مننا ان احنا نفضل وقفين في دهره هذا الجيل حقق تلت بطولات في اخر شهرين تلات هذا الجيل مريحش بقاله فترة طويلة جدا فعشان كده احنا كجمهور النادي الاهلي لن ننظر لانا انا ما بحبش الانهزامية بححكي لحضراتكم قصة الصفاقس مرة تانية وتالتة وعشرة للناس اللي ما سمعتش ايه اللي حصل يوم مباراة الصفاقس يوم مباراة الصفاقس في 2006 كان جيل مكون من مجموعة محترمة وكبيرة جدا من اللاعبين العظام في تاريخ النادي الاهلي خلاص المباراة الاولى دي المباراة التانية ثانية واحدة دكروري المباراة الاولى كانت انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين واحد واحد في القاهرة خرجت علينا الصحف المصرية في ذلك الوقت وشككت في ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في تونس ولكن بدعم ومسندة جمهوري انا بحكي لحضراتكم حاجة حصلت معايا انا شخصيا مش بحكي لحضراتكم حد حكى عن حد حكى لا معايا انا اسلام انا كنت موجود اتشرف طبعا بالتواجد بمسندة ودعم جمهوري النادي الاهلي فقط لغير مش بمسندة دعم اي حد تاني مسندة ودعم جمهوري النادي الاهلي في 2006 احنا كلاعبين امنا بنفسنا بعد نهاية المباراة دخلنا وكان فريق السفاقس بيحتفل في قط وبالفوز دخل عليهم منويل جوزيه وقعد يزعق وكان فيه اربع لاعبين دخلوا قوضة النادي الاهلي اربع لاعبين كنت اتشرف بان انا واحد منهم وثلاث لاعبين اخرين ابو تريكا وجمعة وشادي او بركات على ما اتذكر تكلمنا في انه حنروح نكسبهم هناك واحنا بنسمع احتفالات جمهوري او لعبت السفاقس في القوضة بتاعتهم القوضة اللي هي فشنا على طول فكانوا بيحتفلوا ان النادي الاهلي تعادلنا معه واحد واحد ولكن احنا كسبنا البطولة السفاقس كان ينظر للنادي الاهلي او يعني بينظر للبطولة في هذا الوقت بهذا الشكل انه اخد البطولة خلاص ولكن بايمان هؤلاء اللاعبين بمسندة ودعم جمهور النادي الاهلي روحنا وكسبنا وقدنا نصف ساعة اخيرة من اعظم ما يمكن لامام حضراتكم وربنا ما ضيعش مجهود كل اللاعبين وكان مجلس ادارة برئاسة الله يدي له الصحة كابتن حسن حمدي وكان طبعا كابتن محمود الخطيب بناء برئيس النادي فربنا ما بيضيعش مجهود حد هذا الجيل يستحق مننا المسندة والدعم في اخر الانهزامية من بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي انا بسمحها من المباراة لغاية النهاردة لن يكون لها وجود في هذا البرنامج انا لن اتكلم الا في شيء واحد كيف يفوز النادي ان شاء الله بعد اذن ربنا كيف يفوز النادي الاهلي في المباراة القادمة وكيف نرى هذه الفرحة مرة اخرى ان شاء الله يوم 11 في استاد محمد الخامس هو ده اللي انا هفكر فيه وهو ده اللي انا هسعليه بالمناسبة انا هكتهد مش انا انا يعني البرنامج يعني كلنا هنكتهد خلال الفترة اللي جاية علشان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراة كلنا هنكتهد علشان نقف في ظهر نادينا هو ده اللي حنقدر نعمله وعلى اللاعبين ان هم يموتوا نفسهم ويكتهدوا في الملعب النتيجة دي بالمناسبة انا ما عرفهاش حضرتك ما تعرفهاش جمهور المغرب الشقيق ما يعرفهاش اللي يعرفها ربنا فقط يحصل زي ما يحصل ولكن ثقتي كبيرة جدا 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 في مجموعة اللاعبين هاتلي الجيل اللي موجود دلوقتي يا ذكروا يا سمحت ثقتي كبيرة جدا جدا في مجموعة اللاعبين ثقتي كبيرة جدا في هاني وفي ياسر وفي شناوي وفي شبير وفي مروان وفي مجدي افشة وفي كهربا وفي شريف وفي بير ستاو وفي احمد عبدالقادر وفي طاهر وفي كل اللاعبين لو في حد انسيته وفي محمد عبدالمنعم وعلي معلول وكل اللاعبين اللي امام حضراتكم وحسين الشحات طبعا وحمدي فتحي وقال يو ديانج ثقتي كبيرة جدا جدا في هؤلاء اللاعبين حنفضل في ظهركوا وانا بوجه لكم رسالة حنفضل في ظهركوا وحنساندكم وحندعمكم لانكم تستحقوا هذا الدعم والمساندة وبالعكس هؤلاء اللاعبين انا بشكرهم على الفترة اللي فاتت بشكرهم على اداءهم الرائع في اولى المباريات وكلنا في ظهر علي معلول وكلنا حنفضل وقفين مع علي معلول لان علي معلول يا ما عمل ويا ما هيعمل يا ما عمل اشاق جباية كثيرة جدا فعمرنا ما حنتكلم على لعيب كويس ولا لعيب وحش ابدا لان كرة القدم هؤلاء المجموعة ازاي حنكسب كولر واداءه في المباراة ان شاء الله في المباراة النهائية تبقى الاداء افضل كمان وكمان من اللاعبين فانا بقى انا شخصيا ومحدش يقول لي بقى بتطبل وبتعمل والكلام اللي بيتقال ده انا بقى احيي هؤلاء اللاعبين بقول لهم شكرا على اللي انتو بتعملوه ننتظر منكم المزيد يوم حداشر شكرا على الرجولة اللي بتلعبوا فيها شكرا على الحماس شكرا على حبوكو للنادي الاهلي شكرا على رغبتكم في اسعاد جمهور النادي الاهلي شفتوا علي معلول هو واقف بصص في الارض ازاي؟ حضراتكم شفتوا هذه اللقطة انا شخصيا مش معا ان انا ابرز هذه اللقطة ولكن انا بوري حضراتكم ان انتو عندكم مجموعة محترمة من اللاعبين عفوا تستحق مننا المسندة والاحترام وكل شيء اوعى يبقى فيه انهزامية ولكن مش معنى اللي انا بقوله ده ان انا هرايح اكسب انا رايح اكسب عايز اكسب طبعا ولكن الله اعلم النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتي انا هكتهد حموت نفسي عشان اكسب هذه البطولة قادر بمجموعة اللاعبين دي اللي احنا شايفينهم كانوا شايفينهم دلوقتي لا اقدر اكسب اي حد هما دول اقدر اكسب اي حد اكسب سانداونز اكسب وداد اكسب اكسب اي حد من بعد مباراة الهزيمة من سانداونز كنت واقف مع حضراتكم في هذا المكان وفي هذا البرنامج قلت لكم احنا ما ينفعش ان احنا السفينة تبقى في وسط البحر وانغرقها ولولا مساندة ودعم جمهور النادي الاهلي في هذا الوقت او في هذا التوقيت لم نكن لنصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا ونكون الافضل في كل شيء مش كلام اسلام ولا كلام حد اهلاوي لا ده كلام كل النقاد الرياضيين المحترمين كلام كل المحللين الرياضيين المحترمين سواء اهلوية او غير اهلوية ان النادي الاهلي ادى واحدة من افضل المباريات اللي بيقديها خلال الفترة الاخيرة شخصية النادي الاهلي ظهرت على اللاعبين شخصية النادي الاهلي ظهرت على الجهاز الفني قد ايه مستر كولر مدرب يستطيع قيادة النادي الاهلي للتتويج بكل البطولات اللي عايز يخش فيها انا رحى قبل الوداد في ملعبه وسط خمسين ستين الف متفرج افتكروا نسبة الشوت الاول كتعاملة كان سبعين تلاتين تقريبا او اكتر شوية اتنين وسبعين تمانية وعشرين هذا هو النادي الاهلي هؤلاء هم لاعبوا النادي الاهلي عشان كده بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ان يصدر نغمة الاحباط الوداد لو جاب جون خلاص خد البطولة لا خلي بالحضرتك بقى خلي بالكم الكلام اللي هقوله الوداد ممكن يبقى كسبان النادي الاهلي اتنين سفر لغاية الدقيقة تسعين واللي بيلعب كهربا شريف ممكن بلاش اللي بيلعب اي حد يشوت شوطة من الجنب تيجي في واحد وتخش جون نلعب يبقى احنا لسه مكملين في هذه البطولة فلا نادي الاهلي لو دخل فيه جون مش معنى كده ان انا عايز اشوف لا انا بيرد على الناس اللي بتقول هذا الكلام كرة القدم فيها كل شيء فيها كل شيء مين كان يقول ان الوداد هيجيب فينا جون بعد المنظر اللي احنا شفناه بعدين اللي انا بقوله لحضراتكو ده مش في الجيل ده ولا اللي قابله ده اجياء 1907 وحتى الان ده اللي بيحصل دائما